النشرة الاقتصادية تأتيكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر أهلا بكم ونستهلها بأبرز العنوين بعد قطر دول الخليج تسعى لتعزيز تعاون الاقتصاد مع الجزائر والأمن والسلام على رأس الأولويات للشركات الأمريكية منتدى رؤساء المؤسسات يشارك في القمة العالمية لدعم الاقتصاد بشرم الشيخ أهلا بكم إلى التفاصيل على غرار الشراكة الجزائرية القطرية تسعى غرفة دبي الاقتصادية لتأسيس مجلس الأعمال الجزائرية لأول مرة في دولة الإمارات فوزيام سعدي تفصل أكثر في التقرير التالي أزمة النفط رغم أثرها السلب على الاقتصاد الوطني إلى أن هناك وجه آخر ظهره يتمثل في تسبق دول الخليج لتعزيز تعاونها الاقتصاد مع الجزائر فإمارة دبي تصدرت القائمة بإعلان غرفة دبي الاقتصادية عن تأسيس مجلس الأعمال الجزائري في دولة الإمارات لأول مرة قصد خلق شراكات جديدة بين رجال الأعمال البلدين خطوة سبقها إسرار دولة قطر على تعزيز استثماراتها مع الجزائر خاصة مع زيارة رئيس مجلس الوزراء ووزير دخلية القطر عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني وإثمارها بإطلاق مشروع إنجاز مراكب الحديد والسلب الضخم ببلارة تهافت دول الخليج لتقوية شراكتها الاقتصادية مع الجزائر يأتي بعد أن توالى تقارير دولية منذرة بنهيار المنظمات الاقتصادية للإمارات البترولية بسبب تهاوي أسعر ذهب الأسود ففي هذا السياق أكد تقرير كابيتال إيكونومي عن توقعات بتفوق اقتصادية دول شمال إفريقيا من بينها الجزائر على دول الخليج الغنية بالنفط في أفاقي 2016 فيما أكد البنك الدولي أن دول المجلس التعاوني الخليجي ستتكبح خصائر بنحو 215 مليار دولار في ست الأشغر القادمة فهل يعني ذلك أن دول الخليج التي ترفض لحد الساعة خفض الإنتاج لرفع أسعر النفط رغم الخسائر الاقتصادية التي تتكبح بمؤسستها بدأت تحصد مفعول قراراتها أصلت العلاقات الوطيدة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لعب العديد من المستثمرين وضعية جعلت واشنطن تسعى جاهدة لتنظيم لقاءات وجل بوفود لتفوض مع نظرائهم الجزائريين كما الجفال والتفاصيل بعد قطاع الطاقة والفلاحة والطب والصيدل ها هي الشركات الأمريكية الناشطة في مجال السلامة والأمن في مجال تطوير الأعمال تبحث عن أرضية لها لوضع أولى خطواتها هنا في السوق الجزائرية حيث قدم إلى الجزائر وفدونها من رؤساء المؤسسات الناشطة في هذا المجال للبحث عن شركاء جزائريين في حقيبة الوزرية سأعمل دائما على جلب وفود من رجال الأعمال لكن يجب أيضا العمل مع بعض الشركات الجزائرية والتعاقد مع الجمعيات الرسمية بالتكنولوجيات متطورة وعالية الدقة أكسبت هذه الشركات الأمريكية خبرة طويلة في مجالها ستسمح مما لا شك فيه بمساعدة المؤسسة الجزائرية على ولوج عالم الرقمنة من بابه الواسع زيارتنا إلى الجزائرية من أجل شرح التكنولوجيات والحلول الأمنية التي اقتنيناها في أمريكا عبر عملنا في الكثير من دول العالم وإيجاد متعاملين خواص بالجزائر يساعدوننا في تقديم خدماتنا شركتنا تشتغل في مجال أجهزة التعاقب الإلكترونية التي تعمل على الخرائط والسوق الجزائرية بها فرص كثيرة وهناك فرص عمل كبيرة بين البلدين تعاقب زيارات الوفود الأمريكية إلى الجزائر جاء بفضل السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية مؤخرا والرامية إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في الجزائر خاصة بعدما طلب الرئيس بوتفلقة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عند حلوله ضيفا بالجزائر ربيع السنة الماضية دعم الجزائر بالخبرة والتكنولوجيا الأمريكية يشارك رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد يوم الجمعة القادم رفقة العديد من رجال الأعمال الجزائريين في القمة العالمية لدعم الاقتصاد بشرم الشيخ بمصر في الفترة المنتدة من الثالث عشر إلى الخامس عشر مارس الجاري بمشاركة ستين دولة ولفيف من ملوك ورؤساء وقادة العالم ومختلف مؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتبادل وجهات النظر في فرص الاستثمار العالمي إلى موضوع آخر الآن حيث أصبحت المرأة في قطر تتجه صوب مجال المال والأعمال الذي لم يعد حكرا على الرجل فقط حيث أن المرأة القطرية استطاعت أن تحقق نجاحات واسعة في ظل توفر مناخ عمل ملائم مجد بن عربية والتفاصيل مجال المال والأعمال الذي يعرف ازدهارا واسعا في دولة قطر لم يصبح حكرا على الرجل فحسب بل أن النساء القطريات استطعن قلب المعادلة وولوج عالم الأعمال بكل مهارة واحترافية حيث تعتبر مريم السبيعي واحدة من بين اللواتي أسسن مشاريع رائدة وناجحة كنت مديرة البرمجة في تلفزيون قطر اشتغلت في التسويق وفي وزارة الخارجية بعدها قمت بإصدار مشاريع مختلفة للشباب وذلك ضمن القيام بمشاريع خاصة بي الشيخة موزة يشهد لها أنها قدمت الكثير للنساء في قطر بداية بمنحهن سنة 1999 حق التصويت بالإضافة إلى الحصول على مناصب مرموقة في السلك الحكومي القطري تسهيلات شجعتهن أكثر للتوجه إلى دراسة تخصص إدارة الأعمال حيث تعرف جامعة كارنيجي ميلان يونيفرسيتي قطر إقبالا كبيرا للنساء في قطر نحن النساء يتم معاملتنا مثل الأميرات لدينا كل الحقوق ليس علي أن أحارب من أجل حقوقي لدي كل ما أرغب به إسهامات المرأة القطرية في شتى المجالات داخل المجتمع القطري يأتي في ظل منح الدولة لمختلف التسهيلات والتوجيهات في الوقت ذاته ما أدى إلى بروز الدور الجليل المرأة وقدرتها على تبوء أعلى المناصب بكل حيويات فاعلية ومسؤولية إلى هنا مشاهدنا الكرام نأتي إلى ختام الأخبار